مساء الخير عليكم. النهاردة هنشرح العمرات الورقية. تعالوا بنا نشوف. اول عملة ورقية هنشرح الوقتي اللي هو الجنيه الانجليزي. الجنيه الانجليزي ده اصداره كان 1930. العلامة المائية بتاعته ابو الهول. العلامة المائية دي هي ايه? اللي هي بان وراء الورقة. وراء الجنيه اللي هي بان كده. ابو الهول ده. القيمة بتاعته يعمل له من الاول اه مية وخمسين لغاية اه خمسمية حسب حالته. حالته متوسطة مش قد كده. في جنيهات بحالتها كويسة في جنيهات بتبقى حالتها سيئة. السعر بترتب على كده. على حالة اه العملة الورقية اه وجودتها اه مكتوب عليها. متشغبت عليها مقطوة من حتة. فكل ده بيأثر على على سعر العملة الورقية. تاني عملة اللي هي العشرة جنية. العشرة جنية دي اه دي اول عشرة جنية اتعملت اه بعد اول عشرة جنية كانت معمولة الصورة. دي في تاريخ اصدارها الف سمية اتنين وخمسين. اسناء الصورة. دي على المقاية بتاعتها برضو اول هول. اه القيمة بتاعتها اه دي اه برضو بتراوح حسب جوياتها يعني انا جايب منها كزا واحد عشان اقول لك برضو. اه في حاجات بتبقى زي كده. دي تمام منتازة. اه في حاجات زي كده. دي بتبقى بهدلة شوية فدي تختلف عن سعر دي خالص. الاولان اللي انا بقول لك عليها دي. اه دي اه متوسط سعرها اه بعين لهمية وخمسين. متين بكتير اول. تارت عملة براقية. اه جنين ملك فاروق. دي اكتر ندرة من العشرة جنيهات اللي فاتت والجنين الانجليزي. اصدرت عام الف سمية وخمسين. حالتها اه حالة بقيتها متوسطة. يعني فيه التقطيع بسيط فيها هنا. بس هي العملة دي اصلا ندرة عشان كرة ولاية الاول برضو لما بتتلاقها. ودي علاماتها المقاية برضو. اه ابو الهول نفس اه علامة الاتنين التانيين. دي بتتراوح اه بتتراوح سعرها من خمسمية لالفين. اه حسب طبعا جوداتها. اه العاملة اللي بعدها ده جنيه مصري واحد. اه ده اه تاريخ اصداره الف تسعمية تمانية وستين. اه طبعا تاريخ الطبع الورقة دي بيقى مكتوب عليها عام الف سعمية تلاتة وسبعين اهو مكتوب. تسعة ستمبر الف سعمية تتة وسبعين. واحنا قلنا تاريخ اصدار العملة دي قصا عامة اه الف سعمية تمانية وستين. بعد كرة قيمتها تقريبا العملة دي اه مش عالة قوي ومش ندرة يعني. بتعملها تقريبا خمسين جنيه. اه حالتها حالتها ممتازة بصراحة اه ما فيهش اي عيب اي حاجة. العملة دي اه العلامة المقاية بتاعتها مش زي التانيين. التانيين كان العلامة المقاية بتاعتهم ابو الهول تلافي دول. اما دي العلامة بتاعتها اه الكاتب المصري القزين. عملة ورقية دي دي خمس جنيهات اه الملك فاروق. دي طبعا اكتر ندرة اللي هو عملات اللي فات كلهم. زي التانيين عام الف سعمية ستة واربعين. علامة المقاية بتاعتها اه اللي هي زهرة اللوتس. اه حالتها اه تمام اه كويسة برضو اه اه مضبوطة كل حاجة لحد ما يعني تمامين في المية وخمسة تمامين في المية كويسة. ودي اه تراوح سعرها بقى من تلتمية جنيه لتلتة او اربعة تلاف جنيه. حسب حالتها. دي اغلع عملة حتى الان اه شفناها. خمس جنيهات. الملك فاروق. نخلش في عملة اللي بعدها. ده جنيه مصري. تاريخ اصداره عم الف تسعمية واحد وستين. العامل مقاية بتاعته شكل النصر هيو. هيباني عندكم. شكل النصر. اه كنت تقريبا بتتراوح من بين خمسين لمية حسب حالته. هو سعره مش عالي قوي. انو حالته لحد ما مناسبة تمام كويسة. ما فاش اي اه كلام او شعبطة او اي اه امضة. العملة اللي بعدها لخمسة وعشرين قرش. العملة دي اصدرت عام الف سعمية وسبعتاشر. ده للاسف ملوش اي اه علامة مقاية. كنت بتتراوح من سبعمية لالالف تقريبا حسب حالته برضو. اه حالته مش كويسة قوي. العملة اللي بعدها الخمس جنيهات دول. اه دي اصدرت عام الف سعمية وعشرين. علامتها المائية. للاسف ملوش برضو علامة مائية. ودي كنت تتراوح من خمسمية جنيه. اه لغاية الفين جنيه. حسب حالتها برضو. اه والحالة اللي هي فيها دي اه تمام للحد ما. وفي واحدة تانية منها برضو. بس اه مكتوب عليها. في حالتها اسوأ من اللي فاتت. التانية اللي فاتت احسن منها. ودي مهدلة شوية. التانية افضل. بس التانية برضو مكتوب من وراء. كتوب اسم حد برضو. فالكتابة دي هي بتقلل من ايمتها. بتقلل من سعرها. العملة اللي بعدها اللي هي دي. خمس اروش اه مالك فاروق. وعشر اروش مالك فاروق. دي اه اصدرت الف سمائة واتن وخمسين. العلامة المائية بتاعتها اه شكل التاج. اه دي بتتراوح سعرها من خمسمية لالف ونص. ودي حالتها برضو مسيئة شوية. قديمة شوية ومقطوعة. العملة اللي بعدها اللي هي العشر مالك فاروق. اه تم اصدارها الف سمائة خمسة واربعين. اه علامة الهمائية بتاعتها. التاج برضو. القديمة بتاعتها برضو اتراوح من خمسمية لالف ونص حسب حالتها. مش عليها اي كلام. اه هم مش مقطوع من اي جم. فحالتها الحد ما كويسة. وبكلا نكون شرحنا العاملات اللي عندنا دي كلها. اه وده جزء بس خلص من العاملات اللي عندنا واللي موجودة. اه انا قلت معشان بس ما تقولش عليكم. مصدفش تعملوا اللايك على الفيديو لو اعجبكم. وتفعلوا الجرس وتعملوا سبسكرايب على القناة. وشكرا.